اشترك في القناة لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودر لايك للفيديو لو عجبك الفيديو في الفيديو واضح هنوريك كيف تفحص اللابتوب قبل ما تشريك احكي على اللابتوب المستعمل ما نطولش عليك خلينا بدو على طول اهم شي ما تنسلش الصلاة عن النبي خلونا نبدو فكرة انك تشري اللابتوب مستعمل فكرة مش سيئة ولوني منحب ذاش ولكن الساعات الميزانية تخليك تضطر انك تشري اللابتوب خصوصا لو كنت طالب ومحتاج اللابتوب في دراستك الموضوع اكيد سيكون مهم واساسي بالنسبة لك فلو مضطر تشري اللابتوب مستعمل الفيديو هذا لك عندك خطوات بسيطة تقدر تديرن وتكون متريح وتطمم بالك انك شارج جهاز الصح انت محتاج كم اداة و كم برنامج هنسيب لك رابط ملف مضغوط في الدسكريبشن تحت هو اقل من 100 ميجا تقريبا ولكن في جميع البرامج اللي هتحتاج البرامج كلهم بورتيبل يعني محتاجنش اي تثبيت اي شي فقط نص خلاصك وشغل واختبر وانتهت القصة اول حاجة تديرها هو الفحص الخارجي هتحفظ الجهاز فيه خطات فيه كسر فيه بطمم والبطامن للكيبورد مش قاعدة وما الى ذلك طبعا لختوش ما تدور هنش لانه مستعمل فحتفتح الجهاز اول حاجة وحتشوف المفاصل المفروض ان الجهاز اول ما تفتحه هيرقى معك بصعوبة يعني مش حينفتح معك على طول مش انه ثقيل ولكن يكون فيه صعوبة يعني الرزات يكون النذقال بعد ما تفتحها الاخر هتأكد عليه هتحاول اتحرك الباب بالشكل هذا هتأكد عليه بالشكل هذا هتناك تأكد على الرزات تمام او لا ثاني شي تديرها هتأكد على الكيبورد اللي بطمم كلهم يشتغلن سليمات مفيش فيه اي مشكلة وطبعا هتطلب مننا يوصل لك على الشاحن بحتناك تأكد على الجهاز وعلى البطارية بشكل كامل ثاني شي تديرها هنشغل الجهاز ونخش على خصائص الكمبيوتر ونخش على ادارة الاجهزة هنتأكد من تعرفة البلوتوث والواي فاي وكرت الشبكة وكرت الشاشة لو كان فيه كرت شاشة مش مدمج زي النسخة اللي معيتها في الوقت الحالي هتتأكد مني يشتغل منه متعرفات مية في المية بالشكل هذا عندي البلوتوث طبعا متعرف مية في المية عندي الديسابل ادبتر عندي الاثنين انتل اتش دي وعندي جيفورس 820 من انفيديا وعندي محولات الشبكة اللي هو البلوتوث والاثرنت هتتأكد المتعرفات مية في المية لو لديت متعرفات فهذا شي كويس لان الاجهزة ذانية لو فيه مشكلة مجرد متعرفة حيث تجازع تفيولع ففيه ناس عشان تجانب المشكلة هذه تلغي تعريفا او متعرفينش من الاساس يعني تحمل ويندز ومدرانيش تعريف لان لو تعرفا حيث تجازع تفيولع زي ما قدت لك ثلاث شي ممكن تديرها عشان تكون متنمن هتأخذ معاك خمس برامج هنسيب لك رابط نزحن في التسكريبشن تحت هو ملف واحد مضغوط حجم اقل من مية ميجا هتفك الضغط عنها وتنسخها جوا الفلاش وتخضنا معاك بالشكل هتوصل الفلاش في الجهاز وطبعا هتربط الكمبيوتر على الشحن اللابتوب على الشحن عشان تقدر 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 العملية بشكل كامل هتنسخ البيانات كلنا ذني على سطح المكتب هتفتح مجلة جديد طبعا البرامج ذني محتاجنش اي تثبيت محتاجنش اي شي عبارة انك بس شغل على طول انا نسخة على الجهاز عشان نختصر الوقت بحيث ان تشغيل من الفلاش هيكون صعب وبطيء شوي ممكن يؤثر على اختبار تحد ذاته اول حاجة تديرها هتفتح برنامج اسمه ديسك انفرميشن نعم تمام اعطاني درجة حرارة الهارد ديسك الموصول في الجهاز او اللي شغال داخل الجهاز واعطاني الحالة جود وهذه حاجة كويسة بالاساس طبعا الهارد الميكانيكي عنده عمر يمشي في 250 الف ساعة فعندنا هنا ماشي 1600 ساعة فقط فتقريبا الهارد مازال جديد يعني مازال ما خدامش شي وهذه حاجة كويسة ومش معنى الكلام ان لو صل 250 الف يكون الهارد سيء ولكن العمر الافتراضي في الاخر الهارد دي توقف على معاملتك له فعليا اجتز الاختبار الاول او اجتز البرنامج الاول نجو للبرنامج الثاني طبعا احتبار شاشة اللاب توب موضوحها مختلف شوي انا كنت من قبل شرحة اختبار شاشة الكمبيوتر قبل ما تشريها في حاجة انك تشري شاشة كمبيوتر عادية او كمبيوتر مكتبي تبتشيرها مستعملة فكن دي فيديو تقدر تردولها في القناة موجود فنشغل برنامج المون تست بالشكل هذا هنفتح البرنامج هنختار الخيار هذا المفروض دي نفحص كل لون ونشوف مفيش فيه اي لخلطة يعني ماذا لما نجدش في اللون الاصفر اي نقطة سماوية في اللون السماوي اي نقطة خضرة بالشكل هذا مستمر الهات الشاشة فهنفحص الشاشة بشكل دقيق جدا فهنفحص الشاشة يدويا ونجرب من كل لون ونأكد فيه ان مفيش فيه لون مختلف هنفحص على الاختبار الثاني المفروض هنا الدرجات بتاعاته الرمادي والاسود او الابيض والاسود فيعديك درجات رمادي فهنفحص على كل درجة بروحها هنفحص على الشاشة هنا الشاشة تومض فالمفروض تأكد برضو على البيكسل او النقاط اللي في الشاشة هل في بيكسل ميت هل في بيكسل خارج سيطرة الكنترول فيطلع في لون مختلف على الالوان المطلوبة منها فحتى يحدد لك عمر الشاشة ممكن تستمر معاك او لا طبعا هنا الالوان كيف ما قلت لك تقدر تأكد على كل لون بروحها اللي تشوفوا بيه في الشاشة هذا العاكس بتاع الإضاء اللي وراي مش في الشاشة فاتأكد على كل لون بروحها نقشوا على الاختبار اللي بعده اللي هو تي اف تي تست هنضغط انشاغ الله هنا حيعطيني درجات الابيض والاسود والمفروض نأكد عليهم فالمفروض كل لون يطلع لي بسيختة الحقيقية الاحمر احمر والازرق ازرق والاخضر اخضر هنا يعطيني لو في بيكسل واحد ميت حيبان حيختلف معي البيكسل الميت غالبا يضوي باسود فحيحكس قدامي فلو كان البيكسل ابيض حيباني معي مختلف عن البيكسل الميت غالبا ولو كان اسود كذلك كيف ما قلتلك مالك انت شرحت فيديو كامل عن الموضوع هذا عن فكرة اختبار الشاشة قبل ما تشريع عندنا اخر اختبار اللي هو الايدا 64 الايدا 64 هو البرنامج والحيط الممكن تحتاجة ثابتة لانه يجي معامل حقات واجد واجي معامل حاجات واجد ضروري ما تضطر انك ثابتة طبعا التالي تالي تالي مش محتاج اي شي وهو حجمه صغير بكل والملف ما تضوط كاف مكتب كام اقل من المية ميجا انشاء يكون على ساعة المكتب تثبيت طبعا الايدا 64 اختباره بسيط جدا عبارة انك تعلم على كارت الشاشة والبروسيسور والرامات وتعطيه الفكرة منه طبعا المفروض ان الاختبار يكون 10 دقايق او نص ساعة بس لما تخافش اللاب توب مجرد ما يكون في مشكلة هيفصل من اول ما تبدأ الاختبار على طوله وفي نفس الوقت هيعطيك بنشمارك اختيار هيعطيك درجات الحرارة بشكل كامل هيعطيك كل شي لو في اي خطأ في الجهاز فهيعطيلك على طول فحتعلم على ذنين كلهم واتدين شنو طبعا حتى الجبيو تسك والجبيو كارت معا وتعلم على استرس بالمرة وتبدأ فحتعطيه 30 ثانية مش اكثر 10 دقايق ولكن انت عشان المحل وصحب المحل فخليها 30 ثانية كويسة جدا لان لو في اي مشكلة كان الجهاز فصل على طول بدأ الاسترس الجهاز في الوقت الحالي بدأ يستخدم بكانياته بشكل كامل 100% فوق قاعده بدرجات الحرارة والقراءات بشكل عام طبعا كيف ما قلت لكم اللي دخلت في الاختبار اللي هو الهارد ديسك وعندنا الكور 1 كور 2 طبعا كلهم كيف ما قلت لك حاليا تحت الاسترس سواء الجي بيو او الرام او سي بيو كلهم تحت الضغط فثلاثين ثانية برأيي انه كافي جدا انا هنسيبها لدقيقة دقيقة ونص اما زلت نحكي معاكم فلو ما فصلت للجهاز يحتبر 100% وموضوعك تبعا ما عندكش اي مشكلة بك يعني تقدر تشري وانت متضمن دقيقة وثمان ثواني الجهاز لاحظت انه بده يضغل بس امر طبيعي طبعا لانه بالاساس الامر ما هو الضغط انا حتى على الجهازي كانت اعلى من هكي الادس 64 يضغط بشكل عنيف جدا حتى الجهاز بدأت المروحة متاعتها تشتغل وهذه حاجة كويسة اه قبل ما ننسى مروحة الجهاز لازم تأكد عليها قبل كل شيء اول حاجة لما تولع الجهاز مفروض يكون صوتها عادي او كوايت تبكر ان الجهاز اصلا كان طافي فما فيش حرارة لو ولع الجهاز ولعت بشكل عالي ثم تم صوتها عالي مرتفع جدا ففي مشكلة فيها غالبا يكون المعجون اللي ما بين البروستسر والفان ناشف فبالتالي الفان مجرد ما ولع الجهاز حاول ان يتخلص منها ويشتد ولكن المعجون الناشف فمش قدر يوصل درجة الحرارة سواء البرودة او السخونة ما بين البروستسر وما بين الهيتسينك او الحديدة اللي تبرد في المعالج في امن انك توقف وما تشريش الجهاز ان غريبا تحضر لك مشكلة او تخلي صاحب المحل يغير لك المعجون ثاني شي لو ضغطت على الجهاز بالشكل هذا ومسمعتش صوت المروحة فمعناها عندك مشكلة معناها المروحة بالاساس ما تخدمش وفعليا تبريد الجهاز حيأثر على دعمتها ممكن لابتوب لانه النسخ المعالج فيه وكروت الشاشة تكون ضعيفة لانه نسخ الام فما تكونش تستارك في طاقة بشكل كبير جدا فبالتالي ما تنتشش في حرارة كبيرة ممكن متخليش جزاية عطفة متحسش بالمشكلة ولكن تحس ان الجهاز ثقيل فلو تلعب في لعبة او عندك حاجة معينة تدير فيها على الجهاز حيكون ثقيل مش حيكون بأداعي الكامل نقاط مهمة لازم نحكي لك عليهم قبل ما تفكر تاخذ لابتوب مستعمل اول شي لازم تحدث استخدامك فلو تبي تشتغل اوتو كات او تبي تشتغل ماتلاب برامج هندسية امور نصداني فانت محتاج كارتشة يعني لازم ما يكون على الجهاز علامتين زي راديون او انفيديا جنب الشعار متاع انتل كل مكان الجهاز احدث كل مكان احسن ما تركزه مع السرعة ومع الرام ومع حجم كارت الشاشة ركز مع المعمرية الاحدث لان عمره حيكون اطول معك وحتعطيك اداء احسن بحيث ان لو في برنامج جديد يستغل في امكانيات الجهاز احسن حيقدر يتعامل مع المعمرية هذه وشغل لك البرامج اللي تبين بشكل افضل المدة اطول لان التكنولوجيك اليوم في جديد فليتشوف فيه انت الاحدث توا بعد سنة 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 ونص حيكون في احدث منا وحيكون في برامج يستغلن في المعمرية الاحدث او حيستغلن الجيل الاحدث وحتكون انت محروم منهم خصوصا فكرة الابغريد في اللابتوب صعبة انك تطور الجهاز او تغير فيه شيء انت ممكن لو تستخدم في بي سي فهتغير كارت شاشة حتغير معالج وبالشكل يدي حتك تطور في نفسك مع تطور التكنولوجيا فمش هتحس بالمشكل ولكن مع اللابتوب صعب انك تطور حتتطر تبيع الجهاز بشكل كامل وتشري جهاز جديد فيه نقطة اخرى حابب ننوه عنها هو البتارية البتارية لو فيها عيب مش هيبان معاك توا حتبان معاك بعاد 10-15 يوم فحاول انك تقول صاحب المحل يعطيك ضمان على البتارية 10-15 يوم اما الباقي فتقدر تفحص واتتأكد قبل ما تطلب المحل ان شاء الله كنت قدرت انفيد كامل انا هيك انتهيت السلام عليكم